نشكر كل الجمهور اللي حقيقة الناس كانوا نشكر الناس اللي عزاوني واللي عزاوا الأسرة دياله واللي واسعوني وعلى رأسهم جلالة الملكة كان إنسان كيبغي أولاده كيبغي الأسرة دياله كيبغي المهنة دياله أكتر من لازم إن لله وإن إليه راجعون خوتي إخوتتي كيف الحال؟ كانت منا تكونوا بخير وعلى خير وصلنا واحد الخبار اللي ما مزيانش لله ما أعطى ولله ما أخذ وصلنا من دابة بضع دقائق أن المانية وافت ليلة اليوم الأربعة الفنانة المقتدرة خديجة أسد من بعد ما عانت الواحد لمدة طويلة مع مرض السرطان اللعين وكانت الفاقدة كتمر من وضعية صحية حارجة بسبب معاناة دياله من تداعيات الإصابة بالسرطان والخضوع دياله لحصص العلاج بالكيماوي فخديجة أسد الجسم دياله ما تقبلش الكيماوي وما قدرتش تصبر عليه وفارقت الحياة من بعد قليل خوتي إخوتتي دعيولا بالرحمات وأن الله يتبتها عند السؤال ويصبر لأهل دياله فينشى أخوتي إخوتتي أنها طلبت للمستشفى بنفسها أنهم يهزوها الأسرة دياله الدار دياله باش تموت على الخطر دياله فهي الحبيبة دياله كانت عارفة الدقة دياله فيها وكانت حاسة وهزوها فعلا الدار دياله وتوفت في وسط الدار دياله خديجة أسد ديك الفنانة اللي عطت بزاف الفن المغربي ودائما كانت صباقة الخير وكانت دير الأعمال الخيرية خديجة أسد اللي كان معروف عليها الحب دياله الشديد للزوج دياله اللي ما قدرتش على الفراق دياله فحتى هو كان مرض بمرض سرطان لعين وعانى بصمت حتى الله سبحانه وتعالى دياله ومن موراوية في القهقارة الصرحة دياله غير اللورلور والشكل دياله تبدل واحدة من الملاميح اللي كانك يشوفها كانك يقول لا سيري كشفي ربما يكون فيك شي مرض وفعلا من اللي كشفت لقت فيها مرض السرطان في المراحل المتأخرة تقتلت بما فيه الكفاية وصبرت وحتى هي دارت اللي عليها إلا أن الله سبحانه وتعالى من اللي كيبغي شي واحد كيعيط له هاد المرض هادا هو عبارة عن سبب ورات الأهل ينات صابوا به وكانتصاب به الأب ديالي وذبصح الكيماويرا هو كيف قد الجسم قاع القوة دياله الإنسان شوفه واش يعيش أو لما يعيش منك يبقى يستعملو فالله يرحمه في هاد النهار هادا ويطول العمر ديال الأب ديالي اللي يحتهو عانا سنوات مع المرض والله يسمح لنا مقاع الأشخاص اللي مصابين هاد المرض را ما يحس بك غير الإنسان اللي في حالك أو للأهل دياله اللي عانوا معاه سبحان الله ولو أنها ماتت إلا أن الطاريخ دياله غادي بقى مازال حي فنانة قاديرة جميلة صحبة القلب الأبيض صحبة الإبتسام الذهبية عمره ما خرجت لعيب شي فنان ولا عمره كان عنده صراعات أو لكت غير ولا كتجري على الوصخ الدنيا واحتم الأم كانت نعمة الأم لهي وين الزوج دياله الله يرحموها في النهار هادا كانت منه أم الله سبحانه وتعالى يتبتها عند السؤال ويعطي الصبر للأهل دياله والله سبحانه وتعالى يرحمها بالرحمات دياله ويجعل متواها الجنة ويجعل من نساء الجنة هذا خبر ألمنا كامل لأننا نحن يكوننا أشد المعجبين دياله وإحنا صغارين وما زلنا كذلك فتعزينا الحارة تعزينا الحارة إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا